الشيخ عبدالله بن علي الثاني شخصية متزنة وشخصية لها علاقات وطيدة مع طبعا ملوك وزعماء ورأساء الدول الخليجية ولا شك أن هذه المبادرة تستحق حقيقة أن يقوم عليها الشيخ عبدالله الثاني وبعدين القيادة السعودية على كل حال علاقتنا مع الشعب القطري علاقة وطيدة جدا ولا يمكن بأي حال من الحوال أن تتردد في خدمة الشعب القطري حتى لو كان في خلاف مع حكم قطر أو كان في عزمة سياسية أو كان في مقاطعة مع الحكومة القطرية إلا أن الشعب القطري شعب القيادة الرشيدة تكون له كل الود وكل المحبة وكل الاحترام وليس فقط القيادة إنما حكومة وشعبا في المملكة السعودية كلنا نكون للشعب القطري والتقدير والاحترام شعيرة الحج هذه حقيقة شعيرة مهمة جدا ولا شك أنه المملكة والقيادة الرشيدة وخادم الحرمين طبعا الشرفين ملك سلمان بن عبد العزيز حريص كل الحرص على أن يذلل كل العقبات ويقدم كل التسهيلات والخدمات لحجاج بيت الله الحرام من كل شتى أقطار العالم لا شك أن القطريون أشقاء لنا وأن نكون لهم هذا الود والاحترام وبالتالي نحن نمتعظ عندما منعت الحكومة القطرية الحجاج القطريين من أداء مناسك الحج وقامت بتوجيه اتهامات وافتراءات أن الحكومة السعودية تمنع الحجاج القطريين أو هذه الافتراءات دكتور تركي يظهر خادم الحرمي الشريفين بتوجيهاته الكريمة وعلى نفقته الخاصة باستضافة القطريين نحن لا نمنع أحد هذه الافتراءات هذه التي افتراءها الحكومة القطريين قرار خادم الحرمي الشريفين باستضافات الحجاج القطريين يفند هذه الافتراءات اشتركوا في القناة